هوية عثمان الإبراهيم الصوتية كيف تكونت ومين نضعها وإيش كانت التوجهات خصوصا في مجتمع كان مجتمع فني نتكلم عن مجتمع كويت بشكل عام فعرفني عن بصمة صوت عثمان إبراهيم طبعا هي هوية ليست هوية في اللغة العربية يعني أدق الهوية الصوتية إذا كنا نتكلم عنها كخامة أو كصوت أنا ما كنت أرنى في صوتي شيء مميز أكون صريح معك وما يوم من الأيام شفت نفسي منشد أو شخص لا إضافة كبيرة في مجال إنشاد مقارنتا بالمنشدين هذا شيء يمكن وغاية ناس يستغربونه يقولون أنت مشاء الله صوتك كده يمكن في البداية وهذه كثير من المرات تصير ضربة الواحد محاسبة فأنا كنت أرى نفسي ملحن أكثر هنست صوت أكثر فالصوت مع الوقت بيّم معي لأنني أحاكي وكثير من الناس يعني من الملحنين المعروفين تلقى في القايدات يسمون لحن معين ويطع صوتهم أحم الفنان نفسه شيء يبين لاحقاً يعني فأنا هذا اللي صار معي فعلياً ووجدت نفسي بعدين منشد بحكم محبتي للفن وأدائي للقايدات والأعمال هذه وتقليل الأصوات البشرية خاصة مسألة في الأناشيد نحرص على موضوع الآهات أو الأكابلة والخلفيات فهذا الشيء هو خلالنا أتعرف على صوتي ووجدت نفسي والتقييم يكون بالناس عادة هم اللي غيمون وجدت أن نايا عثمان صوتك في الحماسي حلو في الطربي في غاني الأطفال غاني الهاتفة اللي فيه ابتسامة حتى في ناس ساعات يقولون لي أنت في الاستوديو لما تغني شون يكون وجهك؟ يقولون ليش؟ يقولون نحسك مبتسم يقولون صح يعني هذا التكنيك تعلمت ولعل الآن الإضاءة بوجهي يعني أنا أقول هذا الشيء في الاستوديو يقولوني تخيل من الإضاءة بوجهك تخيل الشمس بوجهك شرح تسوي؟ رح تسوي كذي؟ يعني فعلاً أتصنع شي حتى الابتسامة تطلع فوجدت نفسي في هذه المدرسة مدرسة الابتسامة التفاؤل الصوت اللي فيه حضور وقوة أكثر من الإحساس وهي مدرسة جميلة جداً ما أتقنها بقدر ما أتقن مدرسة الحماس ما بيقول جهوري أو صوت الجبلي لا هذاك مدرسة ثانية أتكلم تفاؤلي مبتسم فرح وجدت نفسي في هذا الاتجاه أكثر من خلال يعني الأداء ترجمة نانسي قنقر